عشرة أعوام هي مدة وضع هذه الهياكل لبناء مدرسة إلا إنها ومنذ ذلك الحين لم تحظى بأقتام الطلاب واستغلت لرمي النفايات وعتبرت لوحة لإعلانات أصحاب المهن الحرفية للكتابة على الجدران وأبناؤهم يمشون مسافة طويلة لمدرسة أخرى ليشها الحرامات صارت من 2011 لسالة البناء دثرت وصارت مكب نفايات وحيوانات أجل الله وبعض الأشياء حتى قبل فترة تعرضت للحارد يمكن إذا شفتوا أنه هنا لوجه خابرنا الأطفاء ووجه وكذا ودى تتجمع بها بعض الشباب وكذا ما عرف يعني بمس حاجة إلى متوسطة ما البنات أو متوسطة ما الولد هاي ابتدائية وحدة هنا ولو شوف الأعداد اللي بيها كل صف يجوز 60-70 طالب رسالة علّها تصل من مواطن إلى محافظ كربلاء لإزالة هذه المدرسة أو لإكمال إنجازها فهذه المدة كانت كفيلة بتحولها إلى أنقاض ولا يمكن الوثوق بمدى قوة هذا البناء فهم بأمس الحاجة لمدرسة متكاملة تسهل عملية التعليم لأبنائهم دون الحاجة لذهاب إلى مدرسة أخرى رسالة السيد المحافظ كربلاء المحترم بالنسبة لهذه المدرسة هاي الصبات مدرسة بناء جاهز هذا ضروري أما يكملوها وعما يزيلوها منها لأنها بيها عذية وبيها مشاكل بالليل وبالنهار وصار الهيوم حوالي بالعشر سنوات ما حد تفقدها وجاء جاهة شافش بيها ما بيها قاعد يصير بيها شغلات وإحنا هنا العوائل اللي قريبة عليها قاعد نضر وتجينا حشيات من عدد منطقة معاناتها تكمن بشحة المياه التي عادة لا تصل لأيام كثيرة الأنقاض والمواشي والكلاب السائبة ونقص خدمات البلدية بصورة عامة نهيك عن الكهرباء ومشكلتها التي أصبحت كابوسا يطارد العراقيين إحنا هنا منطقة سكان منطقة حي الفارس المنطقة تفتقر إلى خدمات هواي مثل شحة بالمياه ونقص بالكهرباء ونقص بالخدمات كمية الأنقاض هنا موجودة كمية فضيعة ولا وجود للبلدية نهيك عن الحيوانات السائبة والكلاب والمواشي السائبة بهذه المنطقة الزياد وعدد طلابي لهذا العام يرافقه نقص كبير في أبنية المدارس مع عدم متابعة حكومية لهذه الأبنية لعادة تأهيلها أو إنشاء غيرها من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر